اكدت معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زين لرئيسة مجلس النواب ان رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ايده الله ورعاه شكلت نهجا حضاريا متميزا وساهمت في تحقيق انجازات دولية رفيعة عبر مشاريع ومبادرات وبرامج نوعية انسانية وعالمية قائمة على تعزيز قيم ومبادئ التسامح والتعايش ونبذي الارهاب والتعصب ومكافحة العنف والتطرف ورسمت قصة نجاح بحرينية رائدة في ظل المسيرة التنموية الشاملة واشارت معاليها الى جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات ودعم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب والتطرف ودعم وإعلاء ثقافة التعايش والتسامح والتعددية باعتبارها من الثوابت الوطنية الراسخة في مملكة البحرين جاء ذلك خلال لقاء معاليها معالي الدكتور رينهولد لوبتاكا رئيس المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد البرلماني الدولي المعنية بمكافحة الارهاب والتطرف العنيف وذلك عبر تقنية الاتصال المرأي كما وابدت معاليها استعداد الشعبة البرلمانية البحرينية استضافة اجتماعات اللجنة البرلمانية الدولية خلال الفترة المقبلة ترجمة نانسي قنقر